السلام عليكم في مصطلح اصبح مشهور اللي من دول اللي هو الميتافيرس بعد ما مارك زوكربيرت كلام عناه لكن هو المصطلح قديم المصطلح مكون من جزئين الميتا اللي ما وراء زي الميتافيزيكيا اللي ما وراء الطبيعة دي بالمناسبة كان رستو وكان بيكتب في كل حاجة وما بيعتبرو المعلم الاول في اوروبا فكان عمل كتب كترة جدا وكان في جزء ما كانش مسميه اسم كان حاجات كده ايه ما وراء الطبيعة فكان بيبصوا ايه كتاب اللي قبليه كان لو كتاب اللي هو بيكلم عن الطبيعة فسموا الكتب دي لان ما كانش لها اسم ما وراء الطبيعة فميتا ما وراء وفيرس اللي هو الكون فما وراء الكون هو طبعا اسم ترويجي لان الفكرة يقول لان النت هيبقى 3D يعني دي ملخص او فكرة بصيدة عن الموضوع لكن هو في تفاصيل كتر جدا هو المصطلح بيش خاص بالفيسبوك هو المصطلح قديم جدا استخدم في فيلام وكتب كتير جدا يعني فيهم حاجات عربية حاجات اجنبية فهو ما بيش هيكون هيكره على الفيسبوك لأ هتلاقي جوجل والمايكروسوفت وكل الشركات عاملة حاجة خاصة بالموضوع دوت الميتا فيرس هو هيبقى تجربة حلو قوي ان تدخل على الانترنت في شهود مواقع كده جربتها ما اقدرش قول ان هو ده الميتا فيرس لان لسه ملعبها مش واضحة لكن بتلاقي نفسك شخصية السلاسية الابعاد بتمشي في السلاسية الابعاد مباني وكل حاجة فهو واقع رقمي بيجمع بين تقنيات الواقع الافتراضي وواقع المعزد اجملة الريالتي وفرشل الريالتي والعملات الرقمية والصور الرقمية بحيس ان انت تقدر تتفعل افتراضي مع كل الحاجات فتحس كأنك انت حاجة حقيقة كانت في لعبة زبان كانت اسمها ساكند لايف ساكند لايف دي ناس كتيرة ادماناتها بقت طول وقتها قدام اللعبة ديت بيتحس ان انت الشخصية مثل نفسك تبقى طيار نفسك تبقى لعبك وراء خلاصية دي الشخصية بتحتك اللي موجودة عن نت وانت بقى بتستمتع بيها فهو نوع من انواع الادمين طيب ليه الفيسبوك غارت اسمها الكريمات ميتا؟ لان الفيسبوك الاول كان فيسبوك دلوقتي بقى معها انستجرام بقى معها اشتريتها الواتس اوب وشالحة كترية فما ينفعش كلهم يكونوا تحت مناصة الفيسبوك فلازم يدخل فيها الحاجات دي جوجل طبعا عامل النظارة الشهيرة بتاعتها بحس ان انت تقدر تلبسها وتحس كأنك موجود في عالم اخر وفيها كاميرا ومايكروفون وسماعات وفيه تيكونورجاك كترية جدا عند جوجل في حاجة اسمها ستار لايت زاد المكسوفت عندها الهولي لينتس دي النظارة جبارة جدا لها استخدامات في حاجات طبيعية وحاجات تعليمية طبعا الموضوع فيه جوءس كبير جدا تكنيات زكاة صناعية وتعلم قلي احنا عندنا دلوقتي في مواقع بسيطة للموضوع لكن قريب جدا هتلاقي التطور بحصل كتير جدا لانس كتيرا بدأت تدرك اهمية الموضوع دوت واهمية انهم المواقع ما تبقاش ثابتة يعني فيه ويب وان ده كان مبارا عن صفحات تقدر تقلب فيها بغير ما تعمل سيرش بغير ما تقدر توصل للصفحة اللي انت عايزها بغير ما تتلب واحد دين ثلاثة يعني كا انك فدح كتاب وما نفعش ان انت تنط لازم تمشي بالترتيب بتاعه بعد كا بدأ يبقى فيه تطور وبقى جافة سكريبت وهو فالقافزة الجالة في النت انه هو هيكون ثلاثة الى بعد ممكن تكون تكنولوجيا موجودة بس النت كان بغير فدلوقتي انت اصبح سريح فممكن يستحمل حاجة بالقوة ديت يعني انا جربت زمان قبل كده لينكس وبرامج على الويندوز كنت بتبقى 3D بتشوف الملفات كلها 3D كان في درج وبتفتحه 3D وكل حاجة لكن كان فعلا بطيء ما كانش الناس يدرش عليه فدلوقتي هما بيستثمروا بشكل كوي جدا وبيجربوا شكل حلو وعندهم الخبرة الكافية حاجة زي كده